بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن اهم تسع نصائح لليوتيوبرز تساعد القناة على النجاة اول نصيحة هي تصوير المحتوى مسبقا يعني ايه يعني لما يجي لك فكرة للمحتوى الخاص بيك تنفزها فورا لانك ممكن تكون بعد كده ما عندكش وقت فراغ انك تصور في الفيديو ده من الاساس او تنساه او اي حاجة تشبه هذا الكلام فلما تصور المحتوى بشكل بشكل مسبق هتيجي وقت وهتكون سعيد انك عندك كمية فيديوهات انت صورتها قبل كده طيب رقم اتنين الالتزام بنشر الفيديوهات في اوقات معينة ده من ضمن اسرار نجاح القناة يعني لو انت بتنشر كل اسبوع فيديو يبقى تحدد اليوم اللي انت بتنشر فيه الفيديو بتاعك ده ودايما تنشره في اليوم اللي انت بتنشر فيه دايما يعني لو بتنشر في يوم السبت مثلا تنشر يوم السبت على طول والافضل انك ما تتأخرش عن الموعد علشان المعجبين والمشتركين في القناة هيعرفوا الوقت المناسب لدخول القناة علشان يشوفوا اي فيديو جديد انت بتحمله او بترفعه وده شيء مهم جدا لانه بيبني علاقة كويسة جدا مع الجمهور لانك بكده بتوعدهم بنزول الفيديو وبتوفي بعدك في الوقت المناسب وبكده هيكون فيه ثقة للعودة باستمرار لمشاهدة قناتك رقم تلاتة حاول انك تكون منتظم فيه عمليات التعديل وفيه المحتوى اللي بتصنعه وفيه اسلوبك كمان يعني يريد تكون بطبيعتك ده يكون افضل رقم اربعة ممكن تسأل اصحابك او تشاركهم الافكار في اخر فيديو ليك وايه السلبيات اللي هتطلع في الفيديو ده وتعدلها بعد كده في المحتوى القادم رقم خمسة حاول بكل جهد انك تلبي رغوات المشتركين يعني لو حد مثلا طلب منك شيء معين او محتوى معين في مجالك في مجال المحتوى اللي انت بتعمله يعني حاول انك تقدمه له بشكل واضح وصريح رقم ستة ما تبقاش انت بقى بتقدم محتوى جامد وملوش حل وتيجي تتجاهل تعليقات المشتركين او المشاهدين لازم تاخد بالك كويس جدا وترد على كل كومنت يجي لك وتتفاعل مع كل التعليقات وكمان تبني علاقات مع المشاهدين لانهم مش مجرد مشاهدين بس لا دول بالفعل جمهور عظيم رقم سبعة ما تفكرش في نفسك بس وانت بتنشئ اي محتوى ولكن فكر في المشاهدين وازاي تجذب انتباههم وتأثر فيهم من الاخر كده تسيب علامة في رقم تمانية لازم تكون متوازن يعني مش لازم طول السنة تعمل في فيديوهات وتحمل في فيديوهات طول السنة لازم تحرص على تخصيص وقت لممارسة هوياتك ووقت للمرح وكده يعني علشان انت لو صورت طول السنة في محتوى وانت مرحك او تعبان اكيد الجمهور يلاحظ الكلام ده وكمان هيكون صعب عليك انك تنشئ محتوى مشوق علشان كده لازم تعتني بنفسك كويس جدا علشان تقدر تعتني بالمحتوى اللي هتقدمه للجمهور رقم تسعة اتعلق بطموحك وخلي عندك هدف دايما وما تخليش اي مصاعب تحبطك على المدى الطويل ان شاء الله يبقى اهم حاجة هو انشاء محتوى جيد والمحافظة على الاتصاق لو عملت بكل النصايح دي اكيد هتوصل ان شاء الله واشوفكو الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته